في البيت بيت أسرتي روبرت موغابي وإطلالة نادرة على الجانب الأرقى من شخصية الرئيس وهو يتناول وجبة الغداء مع زوجته غريس وأولادهما أنا أقدر جدا التحول الذي أحدثته في حياتي والأطفال الذين منحتني إياهم السعادة التي جلبوها والسعادة التي جلبتها أنت هو ليس بالقائد الشرس الذي نعرفه حكم روبرت موغابي زمبابوي منذ عام 1980 بعد استقلالها عن بريطانيا وبعد بداية واعدة فجرت مصادرة المزارع المملكة للبيض بالعنف انهياراً اقتصادياً يلقي موغابي بمسؤولياته على العقوبات الأجنبية وعلى توني بلير ما أعنيه هو من يمكن أن يصدق توني بلير هو ملقب بالكاذب لكن سمعة موغابي الدولية تضلت في الحديد خاصة حين شن المزيد من العنف كي يظل مطبقاً بقبضته على السلطة وهناك شعور بالمرارة وربما الحسد إزاء غيره من أبطال التحرير مثل نيلسون مندلا هو يصور كالقديس بشكل مبالغ فيه تحاول زمبابوي اليوم التخلص من ارتسنين من الفوضى الاقتصادية والسياسية الانتخابات مقبلة لكن في سن التاسعة والثمانين لا يزال الرئيس موغابي يتحدث عن مواصلة الكفاح شعبي لا يزال بحاجة لي وحين يكون الشعب لا يزال في حاجة إليك كي تكون قائداً لا تكون المسألة مسألة وقت لا تقول وداعاً وإلا سيقولون لك أنت تخضلنا سنحارب حتى النهاية وربما يكون روبرت موغابي هذه الأيام مشغولاً بإرثه إلا أن الانتخابات مقبلة ولا يبدو أن حديثه هذا هو للودع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر